تحت رعاية كريمة من معالي شيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي يحتفل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات يوم الرابع عشر من ديسمبر الجاري بالذكرى العاشرة لتأسيس المركز بحضور نخب وطنية وديبلوماسيين عرب وأجانب وممثلي وسائل الإعلام وعدد من قيادات مراكز البحوث في المنطقة وذلك بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم ويشمل الاحتفال الذي يحمل شعار من الرؤية إلى الواقع يشمل عرضا للمنجزات التي تحققت للمركز على مدار العوام العشرة الماضية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبهذه المناسبة أعرب الدكتوري الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء عن بالغ تقديره وامتنانه ومركز دراسات لتفضل معالي وزير الدوان الملكي الموقر على رعايته الكريمة لاحتفالية المركز بمرور عشر سنوات على تأسيسه بما يجعلها تظاهرة متميزة ومشهودة وتشريفا كبيرا للمركز وجميع منتسبيه وأكد رئيس مجلس الأمناء أن مركز دراسات يسعى دائما للالتزام بالموضوعية وتحر الدقة والحقائق من خلال أدواته المختلفة تجاه رصد وتحليل واستشراف القضايا الإقليمية والدولية وأشار إلى أن المركز نجح أيضا في تحقيق الشراكة المجتمعية وكان حليفا استراتيجيا للعديد من المؤسسات الوطنية من خلال توظيف البحث واستطلاعات الرأي لقياس توجهات الرأي العام والقيام بدراسات ومسوحات ميدانية ووضع هذه البيانات والنتائج في خدمة الباحثين وصناع القرار ونوه الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة بالإنجازات المتميزة والمتلاحقة التي حققها مركز دراسات خلال الفترة الماضية حيث بات أحد أبرز بيوت الخبرة الدولية وضمن أفضل خمسة مراكز بحثية على مستوى الشرق الأوسط ومؤسسة شاملة لديها شراكات واسعة مع العديد من المراكز والمنظمات الدولية